اشتركوا في القناة للعهد رئيس مجلس الوزراء معربا عن الشكر والتقدير والاعتزاز بما يبذله من جهود جبارة وما يحققه من نجاحات مبهرة ومتواصلة في التعامل مع جائحة كورونا واحتواء تداعياتها عبر الخطط والتدابير الاحترازية المناسبة والتي أثمرت ولله الحمد عن انخفاض أعداد الحالات القائمة بشكل ملحوظ مشيدا جلالته بالتضحيات الكبيرة والعمل الدؤوب لأبطال الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والصحية والتمريضية وكافة فرق العمل المساندة وكذلك القائمين على الحملة الوطنية للتطعيم الذين يسطرون أروع الأمثلة في التضحية والإنسانية والوفاء والإخلاص للوطن والحرص الكبير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وأكد جلالة الملك المفدى على مواصلة تقديم كل الدعم والمساندة لفريق البحرين لإنجاح مهامه الوطنية حتى نتجاوز هذه الجائحة بنجاح وينعم الجميع على أرض وطننا الغالي بتمام الصحة والعافية شاكرا جلالته المواطنين والمقيمين على حسهم المسؤول ووعيهم ودعمهم المتواصل للجهود الوطنية في التصدي لهذه الوباء عبر مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم والجرعة المنشطة منه وأكد حضرة صاحب الجلالة بأن الوضع الصحي بخير ولله الحمد وأن المملكة تسير بعون الله تعالى على طريق التعافي وأنها ستتجاوز هذه المرحلة من خلال تعاون ووعي الجميع والتزامهم والعمل بروح الفريق الواحد وأعرب جلالته عن الفخر والاعتزاز بالكفاءة البحرينية التي تعمل بجد وإخلاص في خدمة الوطن في كل القطاعات والميادين والتي تجعلنا على ثقة واطمئنان بمستقبل البحرين الزاهر بإذنه تعالى وأكد جلالته أن المملكة تتمضي بثقة نحو المستقبل بعزم وثبات لحماية مكتسباتها وتعزيز مسيرته المباركة سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ البحرين وأهله الكرام وأن يعجل بزوال هذه الجائحة عن البشرية جمعاء ترجمة نانسي قنقر